للمرة الثانية يقام السوق الخيري للأطفال بقسم الأورام بمستشفى طرابلس الطبي والذي نظمه فريق عطاء الخير استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك ولرسم الفرحة في وجوه الأطفال حمدة عطاء هي عبارة عن توفير كسفة العيد لأطفال مركز طرابلس الطبي بالأخص أطفال لقسم الأورام كان بتكلل طبعا بالنجاح هذا النشاط السنة اللي فاتت وحبنا نعوده السنة هذه كذلك نفس النشاط بإمكانيات أكبر إن شاء الله بالنسبة للدعم كان صعب شوية بحكم نحن في وضع مهتز شوية في البلاد فليهذا ما كان فيه هلبة ناس ساعدت وزي ما تشبح السوق متكلل بالنجاح الحمد لله المبادرة التي قام بها عدد من الشباب تهدف لتوفير أكثر من أربعمائة كسوة عيد للأطفال في قسم الأورام وفي الأقسام الأخرى بالمستشفى كان الافتتاح الحمد لله مشهي بطريقة جميلة جدا توافدوا الأعداد من قسم الأورام ومن العيادات الخارجية في اليوم الأول بس من افتتاح السوق وصل لعدد ل67 طفل ما بين قسم الأورام والعيادات الخارجية ونحن اليوم في اليوم الثاني عليه التوالي للسوق اليوم حكم أنه ما فيش عيادات خارجية هلبة يعني عدد قليل اللي يتوافدوا على الريادات الخارجية وصلنا لأكثر من 25 طفل بفضل الله سبحانه وتعالى ومستمرين بإن الله لنهاية شهر رمضان المبارك فرحة العيد هذه هي هدفنا ورسم ابتسامة على وجوه الأطفال هذه هي غايتنا وإن شاء الله ربي وفقنا خضور واسع شهده السوق الخيري الذي بدأ بمساهمة الخيرين من أبناء الوطن الراغبين في مساعدة الأطفال خاصة الذين يعانون من أمراض مستعصية ويحتاجون للعلاج وليس لديهم القدرة على شراء ملابس العيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر